كما ترأس نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. وفد دولة الكويت المشاركة في الاجتماع الوزاري حول الأزمة السورية على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين. الجمعية العامة للأمم المتحدة. نعم وأكد الشيخ صباح الخالد في كلمته أن هذا الاجتماع الهام. يُعقد بغية الوقوف على مستجدات الأوضاع في سوريا ومتابعة ما نتج عن مؤتمر المانحين الخامس لدعم مستقبل سوريا والأقاليم المجاورة. ترأس معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. وفد دولة الكويت المشاركة في الاجتماع الوزاري حول الأزمة السورية والذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي. وذلك على همش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. إن دولة الكويت والتعرب عن بالغ أسفها لاستمرار المأساة الإنسانية في سوريا لعامها السابع. والتي تعد من أكبر المآسي الإنسانية التي شهدها عالمنا المعاصر. فأنها تؤكد مجددا على ضرورة تكثيف العمل لإيجاد تسوية سلمية وفقا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن. وعلى الخصوص القرار رقم 2254. كما لا يفوتني في هذه الإشادة في الجهود الكبيرة التي يقوم بها مبعوث الأمين العام الخاص بسوريا السيد استيفان ديمستورا. متطلعين إلى تضافر تلك المساعي لحل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن. وناشد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. كافة الدول التي أعلنت عن تعاهداتها في المؤتمرات الخمسة السابقة. والتي عقدت لدعم الشعب السوري بالوفاء بالتعاهدات والالتزامات لرفع المعاناة عن الشعب السوري الصديق. فقد قامت دولة الكويت كما تعلمون باستضافة ثلاث مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الشعب السوري الشقيق خلال الأعوام 2013، 2014 و2015. على وعلى مشاركاتها في رئاسة مؤتمرين المانحين الذين عقدا في العاصمة البريطانية لندن عام 2016 والعاصمة البلجيكية بروكسل عام 2017. حيث بلق مجموع ما قدمته دولة الكويت خلال تلك المؤتمرات مليار وستمائة مليون دولار أمريكي. تم توزيعها عن طريق المنظمات والهيئات والوكالات الإقليمية والدولية. كما خصص منها مبلغ وقدره 250 مليون دولار أمريكي لدعم القطاعات التعليمية والصحية والبنى التحتية للدول المستضيفة للاجئين السوريين. حيث يهدف الاجتماع الوزاري رفيع المستوى إلى مراجعة نتائج المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سوريا والذي استضافه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية في الخامس من إبريل الماضي. وشاركت في رئاسته دولة الكويت. أكدت دولة الكويت في الكلمة التي ألقاها معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. على ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة السورية سلميا ووثقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. من الأمم المتحدة أسامة عبد العزيز تليف.